ملف السلاح النووي ما يزال يشغل بال المنظومة الدولية هنا بجنيف السويسرية اعتمد فريق الأمم المتحدة لعامل المفتوح العضوية تقرير عملا بشأن مفاوضات نزع السلاح النووي متعددة الأطراف بعد مناقشات ومشاورات مكثفة تمت الموافقة على هذا التقرير بـ 68 صوتا مقابل رفض 22 صوتا فيما امتنع 13 عن التصويت العالم ليس مكانا مثاليا لذا لا بد لنا تأكد من أن الأسلحة النووية ستختفي ولا يمكن استخدامها كلما زادت المخاطر هناك ازداد احتمال استخدام الأسلحة النووية وما يتعين علينا القيام به هو عدم فعل ذلك بالإضافة إلى نتيجة تصويت اقترح فريق الأمم المتحدة بشأن مفاوضات نزع السلاح النووي الذي تم تشكيله في أواخر العام 2015 أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا دوليا في العام المقبل لبدء مفاوضات بشأن معاهدة عالمية لحذر الأسلحة النووية الدول الأعضاء قدمت توصية قوية للجمعية العامة ذكرت فيها وجهة نظرها في جلسة الجمعية العامة المقبلة للدفع قدما بمفاوضات بشأن نزع السلاح النووي ينبغي على المجتمع الدولي النظر في مسار العمل وأن يدعى في عين الاعتبار التوصية المقدمة هذه المفاوضات تعارضها القوى الخمسة النووية الكبرى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين لكن بكين هي القوى النووية الوحيدة التي أعلنت أنها لن تكون أول دولة تستخدم الأسلحة النووية